بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتحدث اليوم عن ظاهرة تأخر الزواج أو ما يسمى بطول مدة العزوبية أو بصراحة ما يسمى بالعنوسة هذه الظاهرة التي صارت مقلقة في مجتمعنا المغربي بل وفي المجتمعات العربية بل وفي العالم بأسره نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم حينما كان يقدم الإرشادات كان يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فتنة في الأرض وفساد كبير هذا ما يترتب عن ظاهرة تأخر الزواج هذه الظاهرة لم تكن في المجتمعات معروفة ولكن صارت مدوية منذ الحربين العالميتين حينما وقع عدد كبير من الضحايا في صفوف الرجال وبالتالي بقي عدد النساء قليل ومن ثم وجد النساء بأنهن في حاجة مسة إلى رجال فظهر ما يسمى بالأمهات العازبات وظهر هناك رجال أربما قد يعددون النساء وبقيت فئة كبيرة من النساء بلا زواج من هنا بدأت هذه الظاهرة تتبلور لكن اليوم رغم الظروف العامة سلمية نسبيا يبدو أن هذه الظاهرة في تفاقم كبير ليست مقتصرة فقط على بلدنا المغرب بل على امتداد العالم العربي بل وحتى في العالم الغربي الآن الدول المتقدمة تشكي بأن نصف الواصلين إلى مستوى من العمر الثلاثين الأربعين هم عزاب ناكس ذلك على التدابير الاقتصادية حيث أصبحت هناك مطاعم في العالم الغربي والأسيوي يبيعون الأكلات الجاهزة الخاصة بالعزاب هناس فرديون المفروض أن تكون الأكلة عائلية مائدة مستديرة تدار عليها الزوجة والزوجة والأولاد والأحفاد لكن أصبع هناك ما يسمى بفاستفود أكلة سريعة خاصة بالعزاب وبالعازبات في أمريكا في البرازيل في الهند والصين حتى بل حتى في إيران التي تتبنى دولة إسلامية الكل يعاني من هذه الظاهرة المقلقة لماذا نثيرها اليوم؟ لأننا في أجواء فصل الصيف والمفروض أن تكون الأهزيج والأفراح في كل مكان المفروض أن تكتر الأعراس وتكتر يكتر الزفاف لكن يبدو الوضع صامت وكأنه ليس فصل صيف مفروض أن يكون يضم الأفراح والمسارات قديما ظهرت هذه الظاهرة عند الرومان عند الإمبراطور غستين وكان قد فرض ضريبة على كل من بلغ سمن الزواج ولم يتزوج فرض عليه ضريبة أن يؤديها للدولة لأنه يلحق ضرر بالدولة حينما لا يقع تزاوج ويقل النسل والأولاد والبنات ما الذي يقع؟ المجتمع يصاب بالشيخوخة ومن ثم يصبح هرما وبعد ذلك اسأل عن الفتنة واسأل عن الشدائد للحياة كالقوا بعض مجموعة من الدول حاليا تحاول أن تقدم خدمات بل وتمويل انظروا إلى أمريكا مثلا الآن كدولة عظمى عندها تمويل كبير يسمى الزواج الصحي نصرفه على الشباب اللي هم عندهم علاقات عاطفية بدون زواج ناس مزوجين ولكن ممزوجين غير صداقات فيما بينهم كعيشوا حياة كأنهم أزواج ولكن الوقت اللي يشعر بأنه مش مائز ينصرف فتعطي تمويل وتقول هذا زواج غير صحي الزواج الصحي أن يبقى الرجل مع المرأة فقط وتكون هناك الحيطة والحضر ويكون هناك الإقناع والإخلاص في العلاقة الزوجية ما تكون تعدد ولا خيانة في البلاد العربية نلاحظ بأن الإمارات مثلا الإمارات العربية المتحدة صارت تنظم ما يسمى بالزواج الجماعي وصارت تقدم قرود كثيرة مغرية بلا فوائد وذلك حفاظا على السلالة وإلا سوف تنقرض المجتمع يسير نحو الشيخوخة والإنجاب قليل وهكذا نلاحظ في عدد كبير من الدول نفس المشكلة نحن لا يهمنا الخارج بقدر ما يهمنا واقعنا المعيش المغرب هالظاهرة لك تكتر وتتار غالبا في فصل الصيف لا فصل الصيف هو فصل الأفرح فصل السفر فصل الاستجمام فصل الأعراس والزفاف لكن هناك أناس يبدأون بالصيف بحالة من الحزن وبحالة من الوحدة والوحشة ما هي الأسباب التي جعلت شبابنا وشاباتنا لا يقدمون على الزواج هذا السؤال ربما إذا طرحناه قد نجد الإجابة عند الجميع أول ما يتبادر إلى الدهن غلأ المعيشة الشاب بلغ الثلاثين والأربعين والخمسة والأربعين تسأله لماذا لم تتزوج يقول لك أزمة سكن السكن باهد الأسعار ملتهبة مشكل البطالة ما في عمل والأجور ضعيفة وزهيدة أول مشكل ومشكل اقتصادي ومشكل عنده ارتباط بالشغل وسوق الحياة المتطلباتها في أخرى من الشباب ليس مشكلة عنده هو الشغل عنده المال وتوظفه بخير وعلى خيره وينتمي إلى عائلة ميسورة لكن جو الحرية الفرضية الذي أصبح يتيح فرصة لنظم العلاقات أنه يتعرف اليوم على هذه وغدا على الأخرى وبعد غدا على الأخرى ويتنزه في الوجود بلا حسيب ولا رقيب لماذا يقيد نفسه بزوجة واحدة وهو عنده حرية دل الاختيار ودل أنه يعشق ويمل في كل يوم ألف مرة هدست بسبب بعض الأفكار الهدامة التي بدأت تدخل إلى مجتمعاتنا باسم الحداثة وما بعد الحداثة والعولمة والحرية الفرضية فصار الشباب والشابات لا يرغبون في الزواج كأس وسجارة وليلة حمراء وغدا نبدأ صفحة جديدة حتى يصابوا والعياد بالله بالأمراض النفسية والأمراض الجنسية ويصابون بالاكتئاب حين ذاك تصبح عندهم رحلة مع الأطباء والعيادات وغير ذلك نجد سبب آخر أن بعض الشباب حينما يخرج من البلد لاستكمال التعليم العالي تعليم جامعي بعد الباكالوريا يذهبوا إلى أوروبا أو إلى روسيا أو إلى أي بلد من العالم كنضا أمريكا يبحث عن دراسة استكمال الدراسة في الهندسة في الطب في الصيدلة هناك يجد ضروف مواتية ويتعرف على فتاة هناك ثم يفكر أنه يتزوج من هناك يكفي أنه سوف يحصل على الجنسية وعلى استكمال جميع الوتائق الإذارية لماذا يعود إلى أرض المغرب وقد أتيحت له فرصة ذهبية في بلد المهجر وكثير منهم دهبوا ولم يعودوا ولازلت أمهاتهم وأباؤهم يبكون ويندبون حظهم التعيس كأنهم لم يلده أصلا لأنه دهب ولم يعود وتزوج مع امرأة على غير دينه وأنجب أولاد وبنات على غير دين آبائه وأجداده وضع كل شيء نجد كذلك سبب آخر دي العنوسة وهي أن بعض الفتيات يرفضنا الزواج بحجة استكمال الدراسات العليا الفتاة بعد البكالورية تنتظم في جامعة أو تعليم عالي تحصل على الإجازة والمسطر والدكتوراه لن تقنع بشهادة متواضعة تريد أن تتبت داتها ما الذي يقع فرص الزواج بالنسبة إليها قليلة لأن الرجل العربي ومنه المغربي يخاف من المرأة المتعلمة يخاف ربما أن تتعالى ما عليه وتتعالى عليه فتكون فرص الزواج بالنسبة إليها ضئيلة أيضا نلاحظ بأن هناك فتيت أخرى ترفض الزواج بحجة أن تحصل على عمل ويكون لها مدخول ويكون لها وظيف وعندها شقة وعندها سيارة حتى لا تحتاج أن تمد يدها إلى هذا الزوج وبعد مدة هناك بعض الأزواج ربما قد يرفض يقول لن تحتاج إلي وبالتالي لن تخضع لأوامري وبالتالي يرفض الزواج بها وتكون فرص الزواج بهن ضئيلة أيضا هناك مشكلة آخر وهو أن بعض الفتيات يحلمنا كثيرا تحلم بأنها تريد البحث عن زوج كامل الأوصف عن فارس الأحلام الذي عنده طول وعرض وعينين شقراوتين وشعر ذهبي وعنده خاتم من ألماص وعنده سيارة ووالده أثرياء غير موجود هذا غير موجود لأنه إذا كان هناك عنده صفة الجمال قد لا تجد عنده صلبة العلم وإذا كان عنده صفة العلم ما عنده صفة المال وإذا كان عنده المال لن يكون عنده الخلق وإذا كان عنده الخلق ربما عنده مشكل في العائلة فكامل الأوصف غير موجود لأن الدنيا هي خلقت وجبلت على النقصان فتبقى تنتظر من سوف يترق بابها هذا ربما لا يعجبها الآخر فيه مشكلة الآخر عائلته كذا وكذا وتستمر السنوات الطوال ولا تتزوج حتى تشعر بأن القطار قطار الحياة يجري بسرعة مشكلة آخر أيضا وهنا ما يسمى بالعضل العضل عضل الأباء بعض الأباء وبعض الأمهات بعض الأسر يتدخلون في مصاري أبنائهم وبناتهم ربما قد يطلب الأب مهر غالي المغالات في المهور وقد يرفض زواج ابنته لأنها موظفة يريد أن تصرف عليه فيقول أن تعبت في تربيتها وتعليمها والآن أسلمها جاهزة لرجل غريب فيعضل ويمتنع ويتلك حتى لا تتزوج ليستفيد منها ومنهم من ربما قد مرشومة هذه الفتاة لابن عميها أو لابن خالتها والتقاليد والعادات لا تسبح بأن تتزوج بالغريب والبنت كارهة لهذا الشخص فتبقى هكذا تنتظر الأسباب هي كثيرة ومتعددة لكن ما هي الحلول؟ الحلول ربما قد تكون بسيطة إذا نظرنا إليها بنظرة واقعية أولا نتبع قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فلابد أن نشجع الشباب والشابات على الزواج على سنة الله ورسوله المشكلة هو أن الآن شبابنا يعيشوا علاقات عاطفية وغرامية بلا حدود ولا يفكر في الزواج الآن حاليا هذا الصيف هناك شباب على مواقع التواصل الاجتماعي يضعون برامج للتسلية ولقضاء عطلة صيفية استجمام مع صديقات وأصدقاء متعددين وعنده القدرة على الزواج لكنه الفكرة ما عندوش الفكرة غير حاضرة وربما يعتقد بمفهوم الحداثة أن الزواج مؤسسة بالية وكلها قيود فعلينا أن نحيي في عقول الشبابنا والشاباتنا بأن الزواج هو سنة كونية وسنة نبوية وعبادة لله لأن الغاية منها تكوين أسرة إني جان في الأرض خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا لابد أن تكون أسرة مستقرة يكون عليها الإنجاب ثم الأولاد ولابد أن نشجع الجمعيات التي تقوم بتسهيل التواصل وتسهيل التعارف ما بين الشباب والشابات هناك مواقع تواصل متعددة جمعيات ناجحة لها هذا الدور وإكن هي قليلة بالنظر إلى المجتمع الكثير نريد أن ننشئ جمعيات لتسهيل التزاوج وتسهيل تعارف بين الشباب والشابات ونصحهم وتوجيههم أيضا أهل الإحسان أهل الكرم لماذا لا يتعاونون فيما بينهم لإقامة أعراس جماعية كما في بعض دول الخليج هناك بعض الأثرياء يقيمون مثل المهرجانات في الصيف عندنا مهرجانات الغناء والطرب لماذا لا نستغل الفرصة ونعقد مهرجانات الاجزواج لكي نجعل أبناءنا وبناتنا والشبابنا والشابتنا في العفة يتزوجون على سلطة رسوله فلتقوم هناك جمعيات أو شركات للإشهار تقوم بإعداد زفاف وإعداد عرس كبير بل وتقنيم حتى قروض بدون فوائد تشجيعني الشباب على اقتناء بيت واقتناء الأثات والبداية الموفقة كذلك لا بد للحكومة أن تلعب دورا مهما الحكومة في جميع الدول لا بد أن يكون عندها رؤية واضحة كما أنها تقوم بقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع السكن وقطاع الشهل وقطاعات أخرى متعددة لماذا تنظر بنظر فحصة مشكل قطاع الزواج بين الشباب والشابات كيف نسهل ونبسط المساطر ولا نتحدث عن الطلاق نتحدث عن المشاكل لأن ذلك يجعل السبب يجهدون في هذا المؤسسة المقدسة أمنيتنا أيها الأحبة الكرام أن هذا الشهر الفضيل فيه فصل الصيف نعمة من عند الرحمن شمس وأنوار وضياء وحياة جميلة وحلوة نريد من الجميع أن يستمتع بها في الحلل بما أحله الله تعالى اللهم اجعل بيننا وبين الحرام حجابا مستورا ونسأل الله تعالى أن يوفق شبابنا وشابتنا إلى الزفاف الميمون في القريب العاجل وما ذلك على الله بعزيز ونوسي كل من تأخر به قطر الحياة نقول له لا تحزن إن الله معنا سيأتي فرج الله تعالى قريبا نقول على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم